السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا الأبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بالدرس الرابع الجغرافية المرجع هو طبعا الجديد في الاجتماعية القسم السادس في ذلك موقع وطني ضمن النطاقات الزمنية موقع وطني ضمن النطاقات الزمنية نعم أتعرف معنى النطاقات الزمنية ما معنى النطاقات الزمنية وأحدد موقع المغرب ضمنها وعلاقة ذلك بالتوقيت نعم هنا أمهد لتعلمي أعرف أن توقيت المغرب يختلف عن كده من الدول فهل يرتفع ذلك بالنطاقات الزمنية إذن ما سنتعرف عليه ما معنى النطاقات الزمنية ما علاقتها بالزمن أي بالتوقيت ما الذي يميز بين هذه النطاقات وكيف يختلف التوقيت طبعا عبرها ما موقع المغرب ضمنها وتأثير ذلك على التوقيت به نبدأ الأنشطة لدينا النشط الأول أتعرف معنى النطاقات الزمنية وعلاقتها بخطوط طول وبالتوقيت إذن سنتعرف على النطاقات الزمنية والعلاقة بخطوط طول وبالتوقيت نعم أتعرف معنى خطوط طول أقرأ التعريف وأستعيم بالرسمية واحد وجود بالمعطيات الآسية أول حاجة ما هي خطوط طول ترسمو 180 خطا شرق خط غرينيتش هذا هو خط غرينيتش هنا أعرسمو الشحال 180 خط الشرق 180 خط ثم في الغرب تاني 180 و180 خطا غربه إذن لو كانت هنا في الشرق 180 وفي الغرب 180 المجموش هيكون 360 360 خطا حسب قيمة درجة دائرة السيواء ها هي دائرة السيواء طبعا حسب قيمة درجات دائرة السيواء 180 خطوط طول نعم خطوط طول وأهم حاجة عندنا هو خط غرينيتش هو المرجع يعني هو اللي عنده زيرو بحل هو الأصل الجسم المرجعي الأصلي إذن خط غرينيتش حال عنده زيرو هنا طبعا هنا خطوط طول التي توجده طبعا طبعا هنا في الشرق وهنا توجده في الغرب نعم قالوا لنا أتعرف كيف ترسم خطوط طول وأحددوا عددها إذن خطوط طول وعددها قلنا هكي مشترسمه ترسمو 180 خطا شرق خط غرينيتش و180 غربة ياللي قلنا قبيلة هذا خط غرينيتش كرسموه هنا 180 هنا 180 هنا في الشرق وفي الغرب نعم وطبعا عدده هشحل يكون 360 300 أوز لأن 180 شرقه و180 غربة هنا قالوا لنا أبين إن كانت أنصاف دوائر متساوية هل هي متعامدة مع خط الاستيواء ولماذا يرمز لها بالدرجات قلنا هي أنصاف دوائر طبعا متساوية يعني هنا بحل القطر هنا في قطب الشمال في قطب الجنوبي فهي طبعا متساوية ومتعامدة مع خط الاستيواء وطبعا يرمز لها بالدرجات هاي قلنا علاش لأن خط الاستيواء خط الاستيواء طبعا أعيد باللاتي 300 استيواء حسب قيمة درجات دائرة لأن خط الاستيواء عبارة عن دائرة لهذا سميت نعم سنرى الجاوب هنا خط الاستيواء خطوط طول أنصاف دوائر قلنا متساوية متعامدة مع خط الاستيواء ويرمز لها بالدرجات لأن خط الاستيواء عبارة عن دائرة لأن خط الاستيواء عبارة عن دائرة نمر إلى السؤال الثالث أرسم قيمة درجات خط الاستيواء نعم ما حال لديه درجات سيواء لديه سيفر بمثابة الجسم المرشعي وأبينه أهميته بالنسبة لرسم باقي الخطوط الأهمية دائرة فخط الاستيواء قيمة درجات دائرة زارة لأنه أصل أهميته طبعا ف أهميته بالنسبة لرسم باقي الخطوط طول هو تحديد الموقع يعني الشرقا أم غربا بالنسبة له بالنسبة له إذن فهو يحدد لنا طبعا تحديد الموقع فهو بمثابة الجسم المرشعي نوضحها إذن بالنسبة لباقي الخطوط فخط غرينيش هو اللي يحددنا الموقع إذا كان الخط هنا خطط طول هنا فهي توجد الشرقة ولكن هنا توجد غربة طبعا فبمثابة هو الجسم المرجعي ولا ترجع المسجل جسم المرجعي نعم نمر إلى معنى النطاقات الزمنية الآن سنشرح معنى النطاقات الزمنية وعلاقاته بخطوط طول من خلال الأنشطة أرصد من الرسم ثلاثة بعد خطوط طول نعم هذه خطوط طول هذا يوجد في شرق الخط غرينيش وهنا خطوط في غرب خط غرينيش نعم وحضل قيمتها بالدرجات وموقع نعم فمثلا هذا الخط هذا يوجد الشرق خط غرينيش وعنده 15 درجة وهذا الخط هذا هو عنده 30 درجة ويجده شرقه هذا الخط هذا هو يعني فهو يجده غرب خط غرينيش وبعيد منه 15 درجة وتميوم الجدول الآتي شكل خط السيوى عبارة عن دائرة عبارة عن دائرة دائري طبعا مجموع قيم درجة دائرة معرفة 360 درجة نعم 360 درجة عدد ساعة اليوم اليوم فيه 12 ساعة 12 ساعة 24 ساعة إذا نحاول أن نعرف أن درجة طول كل نتاق زماني معرفة درجة طول دياله كان شده مجموع درجة الدائرة هي 360 قسمها على عدد ساعة اليوم 360 درجة قسمها على عدد ساعة اليوم هي 24 تعطينا 15 درجة إذا بين خط طول وخط طول درجة درجة استنتجوا لماذا تقاصل الأرض بالدرجات تقاصل الأرض بالدرجات طبعا لأن أول الأرض فهي غير مصطحة كروية الشكل وخط سوا طبعا لدينا دائري كيف تقصم درجة طول على ساعة اليوم لتشكل نعم كيف تقصم درجة طول على ساعة اليوم لتشكل نطاقا زمنيا إذا تقصم درجة طول طبعا على ساعة طبعا بالنطاق من سفر 15 كان ساعة ومن 15 إلى 30 ساعة إذا كنا في جهة الشرق سنرى وشكل نضيف وساعة وشكل غرب سنرى وشكل نقص ساعة أرصدوا من الوثيقة ثلاثة نطاقا زمنيا وحد درجات تحددوا شرقا وغربا كيف تقصم نطاق الزميلي هذا هو إذا هنا نطاق الزميلي ومع 30 درجات هنا يحددوا وثلاثين درجات نطاق الزماني من خلال نطاق الزماني هو منطاقة زمانية تمتده على 15 درجة طول نعم إذا منطاقة زمانية فنطاق الزماني واحد منطاقة زمانية تمتده على 15 درجة طول أدرنا للتعريف أميز بين النطاق الزماني وأرسل عبرها اختلاف التوقيت العالمي لماذا هناك اختلاف توقيت العالمي كأننا نجد مثلا دولة توقيتها يختلف عن توقيت دولة أخرى لاحظوا هذه حالة نقرأها العنوان هنا توزيع النطاق الزماني على خارطة مسطحة منطاقة من التوقيت العالمي هنا هذا هو المرجع هو خط غرينيتش عنده سافر من كنتاجه الشرق دياله كنزيده ساعة كل نطاق ساعة ساعتان ثلاثة أربعة وكل من تجهنا غربا ننقص ساعة نقص واحد مثلا غرينيتش لك عدنا هنا 12 فهذا النطاق هذا يكون عنده زايد 1-13 وهذا هو النطاق هذا يكون عنده نقص واحد سنرى ذلك تشير الأرقام أسفلها في الخارطة إلى اختلاف توقيت حسب النطاقات زمنيا انطلاقا من خط غرينيتش نعم تشير الخارطة إلى اختلاف توقيت حسب النطاقات فكل نطاق عنده توقيت معين هذا النطاق الزمنيا انطلاقا من خط غرينيتش ويعادل كل نطاق زمنيا ساعة ويسمى التوقيت العالمي الدولي اذا كل نطاق زمنيا يعادل ساعة مثلا هذا النطاق زمنيا عنده زايد ساعة لازلنا نطاق واحد اخرى عنده زايد ساعة اخرى وهكذا تعبر الأرقام عن عدد الساعات التي تم نقصانها غربا خط غرينيتش هنا تم نقصها يناقص واضافتها شرقا حسب كل نطاق صدره ألاحظوا الخارطة واحد وأحسبوا عدد نطاق الشرق خط غرينيتش وعددها غربا نعم هالقريطة هالصفر هنا شرقينه 12 نطاق اما واحد اثنان ثلاثة ثلاثة اثناش اذا في الشرقينه 12 نطاق وفي الغرب تانيكينه 12 نطاق اذا في الشرق 12 نطاقا وفي الغرب 12 نطاقا اذا مجموعه هو 24 نطاق وهو اللي 24 نطاق نعم اصلا عندنا في اليوم في 24 ساعة ايه 24 نطاق هنا اذا كانت الساعة حسب توقيت غرينيتش 12 مثلا في لندن اللي توقيت غرينيتش 12 فان الساعة في النطاق عنده زائد ربعة هتكون 12 زائد ربعة وهي 16 وحد غرينيتش هذه غرينيتش عن زائدها 4 هتكون 12 مثلا وحد في الساعة اللي عنده تسعد يعني نطاق تاسع اذا عنده اثناش زائد تسعد اللي هي 21 طبعا هي تسعد الليل واللي عنده بقارة اوقيانيا واللي عنده نطاق نقص ربعة عنده اثناش نقص اربعة اثناش نقص اربعة اثناش نقص اربعة توقيت غرينيتش عن التوقيت المحلي اللي يستعملوا مثلا في بعض الدول وعلى التوقيت العالمي غرينيتش نعم هنا هاد الارقام هادي تشير الى قيمة درجة طول فمثلا هاد غرينيتش عنده صافر هدا هيكون طول 15 30 45 كنزلو ب 15 كل نطاق عنده 510 وهكذا تاني هنا ها غرينيتش 15 30 5 تل طبعا 180 180 نعم يشير امتدد الالوون في الخارطة نراحل الامتدد الالوان في الخارطة الى التوقيت الذي تعتمد الدول ويسمى بالتوقيت الاذاري او المحلي نعم امتدد الالوان في الخارطة ثم عدنا تشير الارقام والالوان على هذا الخط هذا هو الى التوقيت العالمي طبعا الى التوقيت العالمي نعود الى غرينيتش اين غرينيتش ها هو اذا الالوان دي الارقام وهذه الالوان تشير الى التوقيت العالمي وهنا إلى التوقيت الذي تعتمده الدول إذن هذا الألوان لكن الخريطة تشير إلى التوقيت الذي تعتمده بعض الدول نقرأ هذا يبين كل لون في الخريطة أي خريطة التوقيت الإداري المحلي أي الجاربية العمل في كياني جاربية العمل في كياني محدد يراعي هذا التوقيت النطاقات العامة لكنه يعتمد بعض التعديلات هناك تعديلات زمانية على توقيته لإعتبارات إدارية أو اقتصادية لتبسيط الخريطة تم اعتمد مجموعة من الألوان تتعاقب عن نطاقاتها نعم كان مجموعة من الألوان سواء في الخريطة سواء آما في هذا الخط هذا نعم تمثل الخطوط العمودية المتوازية حدود النطاقات حسب التوقيت العالمي نعم هذا الخطوط العمودية هذه كتقدرنا كتحدلنا طبعا حدود نطاقات هذا الخط العمودي وهذا الخط العمودي كيحددنا هذا النطاق هذا نعم قال لك أقارنه نعم ولاحظوا امتداد الألوان في الخريطة وأقارنه بالتوزيع المنظم لهذه الأنواع على الخط الأسفل لجنة الخط الأسفل كيلقوا هذ الأنواع منظمين ولكن في الخريطة يعني كيتجاوز ما كيبقاش مع نطاق واحد مثلا هتلاحظوا هنا مثلا الأزرق ولكن في الخارطة يمتد اللون كيف يفوت هذا النطاق هذا الأزرق إذن فهناك طبعا هناك تتخطى حدود النطاقات أنه تداد الألوان في الخارطة مثلا الأحمر هذا ها هو يتخطى هنا يعني تتخطى طبعا حدود النطاقات الزمانية أبين إن كانت الألوان الممتدة في الخارطة تتخطى حدود النطاقات أم أنها متوازية معها كما يحدد توزيع ألوان الخط أسفله نعم السؤال أولا أبين إن كانت الألوان الممتدة في الخارطة تتخطى حدود النطاقات الزمانية أم أنها متوازية معها إذن هل حد ما تندل هذا النطاق الزماني ناخده هذا الأزرق هذا هذا عنده الأزرق ولكن لاحظه في الخارطة يتخطى ها هو يتخطى هذا النطاق رغم أن هذا اللون مش هو الأزرق ورغم ذلك في الخارطة فهو يتخطى إذن فهو يتخطى حدود النطاقات الزمنية نعم طبعا أوضحه طبعا السبب ره واضح لأن بعض الدول تعتمد طبعا تقوم بتعديلات الزمنية على التوقيت طبعا لإعتبارات إدارية أو طبعا للاقتصاد إذن ما الفرق بين التوقيت الإداري والتوقيت المحلي ها هما هنا التوقيت الجرينيتش التوقيت العالمي يعرف باللغة الإنجليزية وهو التوقيت المرجعي للنطاقة الزمنية وهو التوقيت المرجعي للنطاقة زمنية وعدتوقيت الإداري المحلي توقيته تعتمده طبعا الدول دون أن يكون مطابقا للتوقيت العالمي نعم هنا قلنا أراحد في أقصى الشر الخليطة خطا شبه عمودي يفصل بين اليوم واليوم الموالي أبين مع ذلك التحول باعتماد توقيت غرينيتش نعم هذا الخط هذا اللي وجه في طبعا 180 درجة فهذا الخط كتلحك هنا نوضيف 12 ساعة مثلا هنا السافر في غرينيتش هنا 12 ساعة إذا هنا منها تلحك 12 سيحل يوم آخر نمر إلى هنا أحددوا موقع المغرب للنطاقات الزمنية سنحدد موقع المغرب ضمن النطاقات الزمنية موقع المغرب ضمن النطاقات الزمنية العامة ولاحظوا الرسم واحد حيث تمتيل دائر الكرة نعم هذا هو الرسم طبعا ها خط غرينيتش اللي هو جسم المرجعي هذا خط للسيواء أو دائرة للسيواء القطب الشامعي هنا القطب الجانوبي هنا أحددوا موقع المغرب بالنسبة لخط غرينيتش ها خط غرينيتش المغرب جا في طبعا الغار دياله المغرب يقع خط غريميج أرصد النطاق الذي يمتد فيه معظم مجال خيطة المغرب معظم مجال خيطة المغرب وحدد موقعه نعم إذن في النطاق ها هو اللي جاء في الغرب دي الخط غريميج وطبعا جاء هنا في معظم ديره جاء بين 0 و 15 حسب طبعا الخريطة وبالنسبة للموقعه بالنسبة لخط غريميج طبعا هو يجد في الغرب وحده من الجوال الآتي توقيت المغرب حسب التوقيت العالمي وش جي امتي ناقص واحد ولا جي امتي ولا جي امتي بليس اذا مدام انه جاء هنا في خمستاش سيكون عنده ناقص واحد التوقيت اذا لمعتمد في المغرب ولاحظوا خياتجوج حيث التمثيل طبعا حيث التمثيل المسطح للأرض ولاحظوا ان منطقة اوروبا وشمال افريقيا نعم اوروبا ها شمال افريقيا وها اوروبا ما لهم طبعا بما فيها المغرب تحميل نفس اللون اي نفس التوقيت الاداري نفس اللون نفس التوقيت طبعا الاداري نعم ابين ان كانت هذه المغرب تحترم التوقيت العالمي طبعا لا تحترم التوقيت العالمي وقد وضعت توقيتا اداريا خاصا بها اذا يعتمد المغرب توقيتا اداريا يعادل جي امتي زي ابلوس اه ابلوس اه اه طبعا ابلوس اه على غير دول أوروبية تدعيما لتعامل الاقتصاد معها وترشيدا لسلاك الطاقة الكهربائية سأضعها في علبة الوصف إن شاء الله